وقد وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة الحق ومن خالفهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية المرجعة والحق ما دل على الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة حتى أن الإيمان البخير رحمه الله تعالى يقول أنه لقي ألف عالم شف في عصر العلماء كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قول وعمل القول يقوله القلب ويقوله اللسان والعمل اللسان له أعمال والجوارح له أعمال والقلب له أعمال وهذا الإيمان يزيد وينقص فمن أخلى بشيء من هذا في اعتقادي فقد أخلى بالإيمان ولا أعرف الإيمان كما أوجب الله علينا أن نؤمن فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا فأمر الله أن نؤمن